أعلنت وزارة التخطيط الاتهاء من المنصة التجربية الخاصة بمشروع الرقم الوظيفي خلال المرحلة المقبلة وأوضح رئيس جهاز التخطيط الضياء عواد أن الجهاز بصدد استكمال منصة جديدة لرواتب الموظفين تتضمن الرقم الوظيفي ومعلومات الرواتب لافتا إلى أنه بحسب قرار مجلس الوزراء فأن وحدة الاتفاق في أي وزارة أو دوائر غير مرتبطة بوزارة تتلكأ في تزويد بيانات موظفيها فأنه يتعذر على وزارة المالية صرف الرواتب لهم وتابع أن المشروع سينفذ بشكل تجريبي على موظفي وزارة التربية وتحديدا موظفي دوائر التربية في العاصمة بغداد اشتركوا في القناة